سأسعب كل ما أوتيت إلى تأجيج الخلاف وزرع بذور الشقاق بين المسلمين ستكون شاهداً على ذكائنا وقدرتنا في السيطرة على أقطاب القوة منهم رغم أن الإسلام قد رسخت جذوره وتأسست أركانه وعلى بنيانه ورفرفت راياته عالية خفاقة على ما يعرف اليوم بدول الشرق الأوسط فكلما أتم المسلمون نصراً بدأوا نصراً آخر وكلما أتموا فتحاً بدأوا فتحاً آخر جديداً دون كلل ولا ملل ولا وهن إلا أنه بقيت في كثير من الجحور بعض الخونة والعقارب السامة التي لا علاج لها إلا القتل ففي أحد هذه الجحور ظهر ذلك الحاقد بن الأفعى السوداء الأم وأحد أذنابها والمعروف اسمياً كما جاء بالمراجع بابن السوداء عبد الله بن سباء اليهودي من يهود صنعاء وكانت أمه سوداء فأظهر الإسلام في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ولكنه أبطن الخيانة اليهودية وبذل جهده في التأثير على الأعراب والرعاع الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً من سكان الأمصار والذين لم يبتعدوا كثيراً عن الأفكار الجاهرية العقيمة والذين لم يكن الإسلام قد طهر قلوبهم تطهيراً كاملاً منها ولم يكن قد رسخ بعد في عقولهم رسوخاً كافياً فأخذ هذا الحاقد يستخف بعقوله مستخفافاً كبيراً ويستغل جهلهم وسذاجتهم وعدم فهمهم الدين الحنيف وعدم درايتهم بالقرآن الكريم وميلهم لأي تحريف أو إشاعات فأشعل بهم فتنة عظيمة وأجج لهم ناراً ملتهبة وأوقد حولهم شراً مستطيراً واستمر هذا اليهودي في إشعال هذه الفتنة ولم يهدأ له بال حتى تم قتل ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بأيدي شرذمة من الخونة الذين انقادوا له واتبعوه وساروا على دربه ومنهجه الحاقد على الإسلام والمسلمين فكانت فتنة عظيمة وخيانة كبرى لا يزال الإسلام يعاني منها حتى الآن فكان يقول للناس ضعاف الإيمان والعقول أليس قد ثبت أن عيسى بن مريم سيعود إلى هذه الدنيا فيقولون نعم فيقول لهم فرسول الله محمد أفضل منه فلماذا تنكرون أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أفضل من عيسى وأشرف منه وإنه لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع وأن محمداً لا يرجع وقد قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فمحمد أحق بالرجوع من عيسى ثم يقول لهم إنه كان نبياً ولكل نبي وصي فمحمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء فهو أحق بالأمر من عثمان فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم ثم يأخذ في إثارة الناس على سيدنا عثمان ويحرضهم عليه ويحثهم على الثورة والفتنة وتفاصيل هذه الفتنة وهذه الخيانة موضحة بالتفصيل في الطبري والبداية والنهاية وغيرها من كتب التاريخ ولا يسعنا في هذه الصفحات الضيقة سرد الأحداث التاريخية لهذه الخيانة على مؤججيها ومرتكبيها ولعلنا نعلم أن الإسلام كان في هذه الآوينة وما زال حتى الآن تتربص به المجوسية الفارسية من ناحية واليهودية من ناحية أخرى والنصرانية التي كانت متمثلة في الروم فقد نجحت المجوسية الفارسية لأمر قدره الله تعالى في قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونجحت اليهودية لأمر قدره الله تعالى كذلك في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنما قتلناه نصرة لديننا وليس لنهب بيت مال المسلمين قتلناه لكي نعيد الحق لأصحابه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فمن لم يرضى بذلك الحق ناه بعثمان أحداث في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقنع الخونة الذين قادهم ذلك اليهودي بن السوداء عبد الله بن سبأ وأشعل بهم نار الفتنة وأوقد لهم نار الخيانة وأججها ملتهبة محرقة لم يكتفوا بقتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وإنما أرادوا أن يقتلوا الإسلام نفسه ويقضوا عليه ليس للعربي عز بغير الإسلام مشكلتنا مع الإسلام لا مع أي شيء آخر هكذا سول لهم بن السوداء اليهودي عبد الله بن سبأ كما سولت له نفسه وأوحى إليه شيطانه بذلك فبينما هؤلاء الخونة هم الذين تسببوا في مقتل عثمان رضي الله عنه وظنوا أن الإسلام سينتهي بمقتله أخذوا يشيعون في الناس أنه لا بد من الأخذ بثأر عثمان وأخذوا في البكاء بدموع تماسيح والنواح والعويل لمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه قتلت بوه ثم جلستم تبكون عليه لم أرقوا من أكثر منكم صفاقة غدر فسقه غدر تبه لكم فبالأمس كانوا يدعون أن عثمان كان ظالما ومتعسفا ومنحازا لذوي قرابته وسالبا للخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما اليوم فأظهروا حقيقته الإيمانية الطاهرة بغرض إحداث الاضطرابات وإشعال نار الفتنة فهو مظلوم وقتل ظلما وعدوانا وكيف يقتلوا وهو خليفة المسلمين وكيف لا يتم الأخذ بثأره في الحال من قاتريه وما هي الجريمة التي قتل بسببها فقد كان رؤوفا رحيما بالرعية وكان عطوفا على الناس وبارا أشد البر بالمؤمنين فلماذا يقتل هذا الخليفة المؤمن المسكين وكيف يبقى قاتله على قيد الحياة حتى الآن فلا بد من الأخذ بثأره وكأن هؤلاء القوم أتباع اليهودي بن السوداء لم يكونوا هم الذين دبروا الفتنة وألبوا الناس عليه فأخذوا من جديد يقومون بخيانتهم ويدبرون لمكرهم وكيدهم للإسلام والمسلمين فأخذوا يثيرون الناس على الخليفة الجديد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويؤلبون الناس عليه ويفعلون معه نفس ما فعلوه مع عثمان رضي الله عنه ويتهمه بالتخادل عن الدفاع عن عثمان رضي الله عنه والتقاعس عن الأخذ بثأره فبالأمس كان سيدنا علي رضي الله عنه خاتم الأوصياء وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأقرب الناس إليه وأحبهم عنده وقد أخذ عثمان رضي الله عنه منه الخلافة ظلما بل قد أخذها منه أيضا أبو بكر وعمر ظلما وكان هو أحق الناس بالخلافة فقد عصي الرسول عندما تقدما على علي في الخلافة واغتصبا منه ماذا تقصد يا ابن سبا؟ أقصد أنكم مقصرون في حق إمير المؤمنين ثم اكشفوا حقيقة أبي بكر وعمر الذين لم يؤمنا قط وتظاهرا بالإسلام أظهروا براءتكم منهما واليوم هو متخادل عن الدفاع عن عثمان ومتقاعس عن الأخذ بثأره وكيف يترك قتلة عثمان حتى الآن وهكذا أرادوا أن يلعبوا نفس الدور ويدبروا نفس الأسطوانة ويقوموا بنفس الخيانة للقضاء على الإسلام والمسلمين فيثيرون الناس حول الخليفة الحالي حتى يتم قتله كذلك وينفرط عقد الإسلام والمسلمين ويحارب المسلمون بعضهم بعضا ويقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقفزونهم على المسرح ويخرجون من جحورهم كما تخرج الأفاع والعقارب ويقضون عليهم بسمهم الخياني وتعود اليهودية من جديد فاغرة فاها مكشرة عن أنيابها ومسيطرة على ديار الإسلام وهكذا أصبحت المطالبة بثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه هي حديث أهل المدينة وموقف علي رضي الله عنه من قتلة عثمان ولم يكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه متهاونا في ذلك أو متقاعسا حاشاه ذلك بل كان يريد فقط أن تهدأ الأمواج الهادرة وتتوقف العواصف المثيرة ويهدأ البحر العجاج المتلاطم بأمواجه العاتية حتى يتمكن من صيد القتلة والقبض عليهم وقتلهم قصاصا وكيف يمكن القبض عليهم وسط هذه الأمواج العاتية الرهيبة والتي لا يمكن لأي إنسان مهما كانت مهارته أن يتحكم في أي شيء في وجودها حتى تهدأ وتستقر ولكنها الخيانة القدرة خيانة الإشاعات الخطيرة التي كانت تزداد شيئا فشيئا بما يسكبه عليها الخائن اليهودي ابن سبأه وأتباعه من وقود باستمرار فلا تكاد تهدأ النار وتنطفئ إلا ويسارع هذا الحاقد هو وأتباعه بالنفخ فيها وسكب المزيد من الوقود عليها حتى تشتعل من جديد ولا تنطفئ فكيف لصحبي جليل أن يتهاون في حق صحابي آخر فسيرتهم العطرة وتاريخهم المجيد وإيمانهم الراسخ ليس في حاجة منا إلى شرح أو تضيح ولكن للأسف أثرت هذه الشائعات في بعض كرام الصحابة الأجلاء مثل الصحابيين الجليلين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما فطالب بحسن نية وعن طيب قصد بالأخذ بثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه وانضمت لهما أم المؤمنين السيدة الطاهرة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها فطالبت معهما بحسن نية وعن طيب قصد هي الأخرى بالأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه وانضم إليهم المئات من أهل المدينة ومن أهل مكة واتجهوا نحو البصرة مطالبين بثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه وتمكنوا من السيطرة على البصرة ولم يكن لهم أي قصد ولا نية في التمرد على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا في الانشقاق عليه فكلهم إخوة وكلهم جاهدوا في الله تعالى حق جهاده وقد بايعوا علي بن أبي طالب عن صدق وإخلاص ولم تدفعهم سوى الرغبة الصادقة والعاطفة القوية والاعتقاد الصادق بأن الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه أصبح فرضا واجبا على الجميع ومن يتخاذل أو يتقاعس عن ذلك يرتكب إثما كبيرا حتى لو تطلب الأمر إلى قتال ولكن لم يكن في نيتهم إطلاقا التصادم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو إضمار أي سوء له لذلك لما لحق بهم علي بن أبي طالب بجيشه لا ليحاربهم وإنما ليحاورهم ويجادلهم ولعمل الإصلاح ما استطاع استجابوا له في سهولة ويسر واتفقوا جميعا على فض جميع النزاعات والعمل على تهدئة الموقف وأن يتعاونوا جميعا على القبض على قتلة عثمان وقتلهم والأخذ بثأره وعقدوا جميعا النية الصادقة على ذلك وعقدوا النية وأخذوا العهد على أن يتفرغوا جميعا لأعداء الإسلام والمتربصين به من الخارج ولكن الخونة مثير الفتنة من أتباع ابن سبأ لم يكونوا ليقبلوا بذلك ولم يستريحوا لما اتفق عليه الصحابة الكرام جميعا علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة وباقي الصحابة الموجودين رضي الله تعالى عنهم جميعا ووجد هؤلاء أنه إذا تم الصلح بين الفريقين سيكون في ذلك حتف جميع مثير الفتنة والقبض عليهم وقتلهم جميعا فأعملوا فكرهم الخياني وهداهم شيطانهم إلى خطة خطيرة فما هي هذه الخطة؟ الخطة الخيانية التي أدت إلى أول معركة في التاريخ بين فريقين من المسلمين في الليل الحالك البهيم انقسم مثير الفتنة إلى قسمين قسم تسلل خفية إلى معسكر علي رضي الله عنه والقسم الآخر تسلل إلى معسكر طلحة والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا فلما أصبح الصباح وطلع النهار بدأ كل قسم منهم ينشر سمه الخياني ويرمي في حقد أسود بسهام الغدر والخيانة إلى المعسكر الآخر فظن أصحاب علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير وعائشة قد نقضوا العهد الذي اتفقوا عليه معهم بالصلح وبدأوا بالقتال وبالمثل ظن الفريق الآخر كذلك فكان لا مفر لكل فريق من الدفاع عن نفسه موقعة الجمل التقط الرجال من كلا الفريقين السيوف والرماح والسهام وبدأ القتال الدام بين الفريقين المؤمنين فيما يعرف بموقعة الجمل دون أدنى إرادة أو أي رغبة من قادة الفريقين سيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدة عائشة أو أي أحد آخر من الصحابة الكرام الموجودين ولم يفطن أحد منهم لما حدث وقاد الشيطان هذه المعركة الدموية الرهيبة وسفكت الدماء الإسلامية المؤمنة البريئة من كلا الجانبين وكانت هذه أول معركة في التاريخ تنشب وتقع بين فريقين من المسلمين وكان ذلك في سنة ست وثلاثين من الهجرة وهكذا نجحت الخيانة اليهودية السبائية الحاقدة في إشعال نار الحروب بين فريقين من المسلمين وظل الحال إلى يومنا هذا فقد حدث على مر التاريخ الإسلامي آلاف المعارك بين المسلمين ونسأل الله تعالى أن يقف الأمر عند هذا الحد ولا تقع معارك أخرى أو حروب مستقبلا بين أي فريقين من المسلمين مقتل الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه قام بهذه الخيانة عمر بن جرموز فطاعن هذا الصحابي الجليل سيدنا الزبير بن العوام غيلة وغدرا وهو يصلي وكان ذلك بعد معركة الجمل وأخذ فرسه وخاتمه وسلاحه ولما دخل على سيدنا علي بن أبي طالب دعا بسيف الزبير بن العوام فقال سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الوغد الوضيع ابن جرموز يظن أن علي بن أبي طالب سوف يسر ويفرح بمقتل الزبير بن العوام فخاب ظنه وخسر دنياه وآخرته خيانة الخوارج لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما حدث ما حدث من وقوع الحرب بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فيما يعرف بموقعة صفين الموجود تفاصيلها في المراجع التاريخية وحدوث التحكيم إن شق فريق من جيش علي بن أبي طالب عليه رافضين التحكيم بينما هم الذين دعوا إليه وفرضوه فرضا على سيدنا علي رضي الله عنه وكان عددهم 12 ألف رجل وزاد من وقاحتهم أنهم كفروا علي رضي الله عنه فكانت خيانة كبرى وخرجوا عليه وعرفوا باسم الخوارج ولحق هؤلاء بقرية من قرى الكوفة تسمى حروراء ولذلك سموا بالحرورية وارتكبوا كثيرا من الفضائع والخيانات جرائم الخوارج التقى هؤلاء الخوانة الخوارج برجل مؤمن ابن صحابي جليل حيث التقوا بعبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب التاريخ المجيدي والمعروف في الإسلام وكان عبد الله بن خباب هذا معه امرأته وكانت حاملا في الشهر الأخير وراكبة حمارا ويسوق بها زوجها لعدم قدرتها على المشي فقتلوه ذبحا وبقروا بطن امرأته وقتلوا ثلاث نسوة مؤمنات من طيء وقتلوا أم سنان الصيداوية المؤمنة دون أي ذنب أو جريرة ارتكبتها فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد رجاله وهو الحارث بن مرة العبدية ليناظرهم فقتلوه وعاثوا فسادا في الأرض فبعث إليهم علي رضي الله عنه أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم بهم ثم إني تارككم وسأكف عنكم فازدادوا تبجحا عليه وتجاوزوا حدهم فبعثوا إليه فقالوا كلنا قتلهم وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم بعدما كثرت فضائع الخوارج وتجرؤهم على حرمات الله ودماء المسلمين فما كان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أن أحاط بهم وسحقهم في موقعة النهروان وكان ذلك في سنة ست وثلاثين من الهجرة وكان هؤلاء الخونة يقتلون كل من يقابلهم من بقية المسلمين ويكفرون كل من يخالفهم في آرائهم من بقية المسلمين بينما يتركون الكفار والمشركين ومما ورد عن ذلك ما جاء في كتاب تاريخ الجدل للأستاذ محمد أبي زهرة ما يليه خرج واصل بن عطاء مع بعض رفاقه مسافرين فقابلهم الخوارج وكانوا يقتلون كل من يقع في أيديهم من المسلمين طالما هو ليس من الخوارج فطلب واصل بن عطاء من رفاقه أن يتركوه ليتكلم مع الخوارج ولا يتدخلوا فخرج إليهم فقالوا من أنت وأصحابك فقال نحن مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا حدوده فقالوا قد أجرناكم قال فعلمونا فجعلوا يعلمونه أحكامهم وجعل يقول قد قبلت أنا ومن معي قالوا فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا قال ليس ذلك لكم فقد قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فأبلغون مأمننا فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا ذلك لكم فساروا بأجماعهم حتى بلغوا المأمن ولو كان واصل بن عطاء قد أخبرهم أنهم مسلمون هو وأصحابه لقتلوهم جميعا فانظر إلى هذه العقلية المتحدرة والمتخلفة عقلية هؤلاء الخونة المارقين من الدين كما يمرق السهم من الرمية فكانوا يفهمون القرآن الكريم ويفسرونه حسب أهوائهم وآرائهم الفاتدة وتسببوا بخيانتهم في متاعب كثيرة للإسلام والمسلمين وسببوا شقاقا كبيرا وشرخا خطيرا في الحائط الإسلامي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين هجرية وكانت هذه الخيانة لا تعادلها أي خيانة أخرى فقد أودت بحياة فارس الإسلام الأول ومبيد صناديد الشرك والكفر وعتات اليهود والمتصدي لأعتى الجبابرة الذين حاربوا الإسلام وصارعوه منذ نشأته حتى صارعهم وأذلهم جميعا البطل المغوار الذي لا يشق له غبار صاحب العزيمة الإيمانية الذي جاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قتله ذلك الخائن أحد أذناب الخوارج المسمى بعبد الرحمن بن ملجم فقد تربص بسيف مسموم لسيدنا علي رضي الله عنه أثناء خروجه لصلاة الفجر فقتله بعد أن أغرتهم رأة حاقدة فاجرة من الخوارج اسمها قطام ووعدته بالزواج منها إن قتل علي رضي الله عنه وكان هذا الوغد الخارجي قد اتفق مع اثنين آخرين من الخوارج على أن يقوم أحدهم بقتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأن يقوم الثاني بقتل عمر بن العاص رضي الله عنه وأن يقوم الثالث هذا بقتل علي رضي الله عنه ولأمر أرده الله تعالى وقدره فلم يقتل سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قدر الله تعالى له أن يموت شهيدا مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم وهكذا فقد قدر الله تعالى للخلفاء الراشدين الأربعة أن يموتوا شهداء وقد استشهدوا جميعا بأيدي خيانية فسيدنا أبو بكر الصديق مات شهيدا مسموما بأيد يهودية وسيدنا عمر بن الخطاب مات شهيدا بأيد مجوسية وسيدنا عثمان بن عفان مات شهيدا بأيد يهودية سبائية وسيدنا علي بن أبي طالب مات شهيدا بأيد خارجية ومن قبلهم مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا من الشات المسمومة بأيد يهودية فقد نجحت الخيانة اليهودية والمجوسية والسبائية والخوارجية في استشهادهم جميعا إلى جنات الخلد والنعيم المقيم إن شاء الله تعالى وهنا وقفة هامة عند تلك الخيانة الخوارجية فالخوانة الخوارج الثلاثة الذين اتفقوا على قتل سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ماذا كانوا يريدون من قتلهم في وقت واحد كانوا يريدون بخيانتهم أن ينفرط عقد الإسلام والعالم الإسلامي كله فيصبح بلا قيادة فكان علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان هم أقدر ثلاثة وأكفأوا وأعظم قادة للعالم الإسلامي في مثل هذه الظروف وإن اختلفوا فإذا قتل القادة الثلاثة في وقت واحد فسوف يموج الناس بعضهم في بعض وتعم الفوضى وتنشب الحروب الأهلية في كل مكان بشدة وضراوة حتى يأكل المسلمون بعضهم بعضا ويتكالب على الإسلام أعداؤه والمتربصون به من فرس وروم ويهود وغيرهم فأي ليش يقتل قائده يكون مصيره الهزيمة الساحقة ولكن الله تعالى خيب ظنهم ورد كيدهم في نحرهم